من أحد المشاهدين سأل ليش بيسمع وقت دقات قلبه يعني بالنهار وخاصة دقات قلبه بتكون سريعة أول ما يصحى من النوم دليلي على شو؟ هلأ بفتكر من قسمه لتناسة؟ آآآ يعني ضربة القلب السريعة دي بتكون لها أسباب فيسيولوجية يعني عادية ممكن تحصل نتيجة التوتر نتيجة الخوف ده شرحه إنه بيحصل إن الإنسان اللي قادر ينلف جسمه بيزيد وبالتالي يوصل لمرحلة إنه ضربة قلب سريعة وعرق وهبوط وأحيانا يعني يدمع كل دي أعراض زيادة نسبة الأدرينيون في الجسم لكن إيه الأعراض اللي مش فيسيولوجية اللي ممكن نتدرق لها النهاردة مهم جدا إن أنا أتأكد إن ما عنديش زيادة في نشاط الغضة الدرقية الغضة الدرقية هي المسؤولة عن عملية البناء والهدم في الجسم فبالتالي الناس اللي عندهم زيادة في نشاط الغضة الدرقية هرمون الثيروكسين من الحاجات اللي بيعملها بيخلي ضربات القلب سريعة والمريض بيسمعها وهو نايم معها أعراض تانية زي إن أنا أخس زي إن أنا أحس بحرارة في جسمي في أوقات ممكن ناس كلها حسة بساعة أحس إن أنا ساقعان في وقت الناس كله وبيتعرق كمان بردء الله ينور عليكي ومهم جدا إن أنا أعمل التحليل التي سري والتي فور والتي إس إتش عشان أتأكد هل عندي زيادة في نشاط الغضة الدرقية وعلاجها في منتهى السهولة أنه هل قد اتصالها هل قد مباشر بدقات القلب السريعة ونقدر نسمعهم بهالشكل كمي بيحقيقة ولكترة القلب المحترمين الكويسين بيحط قديم على الموضوع ده في أول زيارة من المريض دغري اه بالزبط لو عمل رسم القلب وطلع رسم القلب كويس نعم في أشخاص كما يسألوا ليش بيعتص ثلاثة أو أربع مرات وراء بعضهم بشكل متتالي دي نتيجة دخول بعض الأتربة أو بنسميها البرتكز الأجزاء 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 سوريا أنا آسف الأجزاء إلى الأنف فبالتالي الجسم بيدافع عن نفسه أو هذه الأهداف الموجودة في الجهاز التنفسي تدافع عن نفسها وتطرد هذه الأجزاء الشعيرات الصغيرة الله آية وبنسميها الأهداف بتبقى مع حضراتكو كده سريعا برضو هي الفلتر لل الله ينور لو قلنا أن دي مثلا ده الجهاز التنفسي من جوه ففي بعض الأهداف هي المسؤولة اللي بتبطن الجهاز التنفسي من جوه هي المسؤولة أن هي تطلع البلغم وتطلع هذه الأجزاء إلى خارج الجسم عكس الجاذبية الأرضية تمام؟ لأنه لو سمحنا لها تخش مع الجاذبية الجاذبية الأرضية لتحت فبالتالي دي أهم وظيفة بيعملها الجهاز التنفسي بالتالي بقى الفرسد أو بالقوة خروج الهوى من الرئة عبر الأنف والفم هو ده اللي بيخليه في العطس الفترة طويلة لغاية ما يطلع الأجزاء دي تطلع بره ترجمة نانسي قنقر